اشتركوا في القناة تواخي الحيطة والحذر قد تكون ايضا مرفوقة بحبات البرد بنسبة ليوم الغد خلال الصبيحات تبقى الزخات من الامطار تتساقط على سواحل الوسطى وكذلك الشرقية حتى على الهضاب الوسطى ومنطقة الاوراة تكون مرفوقة بحبات البرد محليا اما بالمناطق الغربية تحسن تدريجي في حالة التقس ابتداء من الصبيحات تبقى بقايا بعض الامطار نحو سواحل الغربية محليا تكون على شكل زخات رعدية بالنسبة للهضاب الغربية ثم تحسن تدريجي في حالة التقس نحو سواحل الشرقية ابتداء من الظاهرة ثم المناطق الوسطى خلال اواخر النهار المناطق الجنوبية تبقى تشهد اجواء مستقرة وصحوى عدم منطقة السورة ستشهد تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظاهرة احتمالا تكون مرفوقة ببعض الامطار المحلية الحرارة خلال ليلة اليوم تتروح مبين 10 إلى 15 بالمناطق الداخلية ومبين 16 إلى 17 درجة بسواحل في حدود 18 درجة فقط جنوبا بتيندوف 19 بغردايا 23 درجة بتامنراز 22 درجة ببشار ترتفع إلى 25 درجة بصحراء الوسطى والتاسيلي وترتفع أكثر نحو أقصى الجنوب لتقرب 29 درجة خلال ظاهرة الغد ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة على كل المناطق الشمالية مبين 22 إلى 26 درجة سواحل ترتفع أكثر نحو المناطق الغربية 27 درجة بيتنمسان 23 درجة بيتزيوز قسنطينا وباتنا مبين 32 إلى 35 درجة من شمال الصحراء نحو الجنوب الغربي 35 درجة أيضا بمرتفعات الهوغار بينما تتروح مبين 39 إلى 44 درجة بين التاسيلي الصحراء الوسطى إلى غير أقصى الجنوب البحر خلال نهار الغد بحول الله سيكون جميل على كل سواحل مع رياح ضعيفة على أرض الوطن وقت شروق الشمس بحتى الغد على مساوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السادسة صباحاً الواحد وثلاثون دقيقة والغروب على الساعة التاسعة التامنة مساء وثلاث دقائق مشاهدين أشكركم على حسين متابعة وإلى اللقاء